طيب نروح بقى مع حضراتكم لموضوع تاني بعد طبعا إنجازات المغرب في كأس العالم والحقيقة الإنجازة اللي فهي مش هين بأي حال من الأحوال المهم اللي حصل إن وزارة الشباب والثقافة والتواصل في المغرب أعلنت عن إطلاق متحف رقمي عبارة عن موقع إلكتروني حيضم جميع صور وفيديوهات إنجاز المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022 المتحف حيتضمن جميع الصور الرسمية والفيديوهات وكمان صور ومقاطع فيديو لمشجعين مغربة وثقوا لحظات الفرح خلال نهايات كأس العالم وكمان حيضم المتحف صور وفيديوهات الاستقبال الشعبي الرسمي لعناصر النخبة الوطنية بمدينة الرباط اللي أقيم طبعا بتعليمات ملكية قالت الوزارة إن المتحف ده حيبقى مفتوح أمام الجميع لإضافة صور وفيديوهات تخلد هذا الإنجاز الوطني التاريخي حتى تبقى هذه اللحظات موثقة ورهن إشارة الجميع الحقيقة الإنجاز اللي عملوه إخواتنا في المغرب إنجاز يعني يستحقوا بناءً عليه كل التأدير وكل الإشادة في كأس العالم وطبعا برضو بمناسبة كلامنا عن كأس العالم أكيد بيكون لكأس العالم تأثير كبير على العروض اللي بتيجي للعيبة اللي بيتقلقوا واللي بينوروا مع المنتخبات بلادهم